والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين نهنئ ونبارك الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف والمرجعية العليا والمراجع العظام وسائر المؤمنين بعيد الله الأكبر الغدير الأغار السلام على الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم وبعد فإنه لما تفضل سماحة السيد الصافي وشرفني في النجف الأشرف بزيارته ودعاني إلى إلقاء هذه الكلمة في هذا المؤتمر العظيم وسألت عن عنوان المؤتمر وأخبرني بالعنوان ووجدته ووجدته عنوان دقيقاً علمياً يحتوي على حقيقة عظيمة مهمة لا بد من بيانها فجعلت كلمتي شرحاً لعنوان المؤتمر وما أدري أن الذين اختاروا هذا العنوان ملتفتون إلى ما ينطوي عليه هذا العنوان من المعاني التي سأذكرها أو أنهم غير ملتفتين إلى تلك المعاني قبل البحث أقول بأن مذهبنا مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وهو الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله مستند في أصوله وفروعه إلى الكتاب والسنة اللهم إلا لزم الدور في بحث واللهم إلا في كبرى قضية الأفضلية حيث نستدل هناك بالعقل فقط إن استناد مذهبنا إلى الكتاب والسنة في جميع مسائله من خصائص هذا المذهب فلا قياس ولا استحسان ولا مصالح مرسلة ولا قول بالرأي ولا اتباع للهوى نحن نتبع الكتاب والسنة فلنشرح عنوان المؤتمر على ضوء الكتاب والسنة وأنه كيف يكون النبوة والإمامة صنوين ومعنى الصن في اللغات العربية معلوم عند أهل اللسان الصن هو المثيل هو البديل هو النظير ولذا يقال العم صنو الأب فلو فقد الأب أكرم العم كما يكرم الأب ويقوم العم بوظائف الأب في كثير من الأمور فما معنى النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان متى كان صنوين وإلى متى يكونان صنوين وما الدليل على ذلك أما النبوة فمعنىها معلوم الكل يعلمون وكل مسلم يعتقد ويعترف ويقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ولكن ما المراد من الإمامة وما الدليل على كونها صنوا أي بديلا نظيرا عن النبوة أما بحسب رواياتنا فقد سئل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عن معنى حديث الغدير وقول النبي من كنت مولاه فهذا علي المولاه ولا بد من التذكير بأن كلمة من كنت مولاه وعلي فعلي المولاه هذه الكلمة غير مختصة بيوم الغدير إنما قالها رسول الله قبل الغدير بالسنين وهذا قد لا يعلمه كثير من الناس سئل الإمام عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الكلمة الراوي أباني بن تغلب أباني بن تغلب هو عالم من علماء اللغة أباني بن تغلب فقيه محدث مفسر لغوي معروف حتى عند أبناء العامة معروف يسأل الإمام عن معنى هذه الكلمة فقال الإمام يا أبا سعيد تسأل عن مثل هذا أنت تسأل أعلمهم النبي أعلمهم أنه يقوم فيهم مقامة أعلمهم أنه أي علي يقوم مقامه أي مقام النبي فيهم يقوم مقامه فيه هذا هو الصنور هذا بحسب أحاديثنا ولكني أريد أن أذكر المزيد من الشرح والتوضيح من كتب غيرنا وفي ذلك ما تقر به الأعيون وتطمئن به القلوب فما مبدأ هذه الصنوية من أين بدأت وإلى أين تنتهي هناك قبل هذا العالم عوالم يدل على ذلك الكتاب يدل على ذلك السنة قبل هذا العالم عوالم يقول نبينا صلى الله عليه وآله بأنني بأنني خلقته وخلق معي علي من نور واحد من قبل أن يخلق آدم بآلاف السنين فكان علي صنو رسول الله في تلك العوالم خلق من نور واحد ومن حين أن خلق رسول الله خلق علي فهما مخلوقان من نور واحد في وقت واحد وشاء الله تعالى أن يكون محمد نبيا وأن يكون علي إماما لذا يقول رسول الله فجعلني نبيا وجعل علي وصيا هذا الحديث وين لابد تسألون أهل الفاضل يسألون هذا الحديث وين هذا الحديث من رواته أحمد بن حنبل من رواته أبو حاتم الرازي من رواته أبو نعيم الإصفهاني من رواته أبو بكر بن مردوي من رواته الخطيب البغدادي من رواته ابن حجر العسقلاني من رواته ابن عبد البر القرطبي أذكر العلماء الرغاة من بلاد مختلفة من قرطبة من عسقلان من إيران ومن سائر البلدان ليعلم السامع أن الحديث الواحد اتفق عليه العلماء من مختلف البلدان وهم حفاظ كبار كل في زمانه إمام في الحديث يرجع إليه وفي بغداد من رواته الخطيب البغداد وقد بيّنت هذا الحديث بأسانيده ودلالاته ودرسته بجميع جهاته في موسوعة نفحات الأزهار في إمامة الأئمة الأطهار في الجزء الخامس إذن بدأت الصنوية بتعبيري من عالم النور قبل أن يخلق آدم عليه السلام ثم إن الله عز وجل قد أبلغ هذه الحقيقة هذه الحقيقة بتعبيرنا الآن هذه الصنوية أبلغ هذه الحقيقة إلى الأنبياء واحدا واحدا وأمرهم بأن يبلغوا هذه الحقيقة العظيمة إلى أممهم وهذا أيضا من الأحاديث الثابتة عند الفريقين وذلك أنه لما عرج بنبينا صلى الله عليه وآله إلى السماء والتقى هناك بالأنبياء وصلى بهم معه جبرايل قال له يا محمد سلهم على ما بعثوا على ما بعثوا سلهم فكان النبي كل ما يلتقي بنبي من الأنبياء واحدا واحدا على ما بعثت قال بعثت قال بعثت على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك وعلى الإقرار بذلاية علي بن أبي طالب من بعدك الله وعلى الله وعلى الله بعث الأنبياء السابقون على أن يبلغوا إمامة أمير المؤمنين لأممهم بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وهذه هي الصنوية ترونها مستمرة من عالم النور إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا الحديث الثاني أين مصدره تجدونه بأسانيده المعتبر في كتابي تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات ذكرته هناك بالتفصيل أنا لما السيد دعاني إلى هذه الكلمة ما عندي مصادر إلا أني رأيت أن هذا العنوان يحتاج إلى الشرح ولأذكر بشرح هذا العنوان ما كتبته سابقا في كتبي وإلا ما كان عندي مصادر وأنا في فندق أو في مجتمع على كل حال أما في هذا العالم لما بعث النبي صلى الله عليه وآله أقبل إليه جماعة من رؤساء القبائل وهو في ضيق وشدة شديدة من قريش وسائر المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه أقبلوا إليه وقالوا له نحن مستعدون لأن نحامي عنك ونقف دونك بشرط أن يكون الأمر من بعدك لنا قال رسول الله الأمر بيد الله يضعه حيث يشاء ليس الأمر بيد الأمر بيد الله هذا النبي الذي يقول لرؤساء القبائل الأمر بيد الله وليس بيد لما أمر بإنذار عشيرته ونزلت الآية المباركة وأنذر عشيرتك الأقربين ودعاهم وفي القوم سيدنا أبو طالب سلام الله عليه وعرض عليهم الإسلام ونبوته في هذا المجلس انتهى الأمر إلى الإقرار بالله أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم يقر إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه وأما أبو طالب فكان في تقية وهو مؤمن قطعا لا شك ولا ريب أما المجلس انتهى بالإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى ونبوة نبينا وولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فأقبل الحاضرون إلى سيدنا أبي طالب وقالوا له أمرك أن تطيع لبنك أمرك أن تطيع لبنك أن تسبع لبنك وتطيعه وهم يتضاحكون وأمير المؤمنين في سن الشباب فكان علي أول من آمن أي أعلن إيمانه ووقف إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومازال النبي صلى الله عليه وآله يطرح هذه الحقيقة على الأمة أي الصنوية يعلنها في كل مناسبة فمرة يعرفه بأنه أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله يعرف علي مرة يختاره أخا له بعد أن آخى بين المهاجرين والمهاجرين ومرة أخرى بين المهاجرين والأنصار المؤاخات مرتان وليست مرة واحدة ابن تيمية ينكر هذا ابن تيمية ينكر فضاء الأمير المؤمنين ابن تيمية كذاب ابن تيمية متعصب ابن تيمية على كل حق فأمير المؤمنين كان أخا لرسول الله في المرتين ومرة زوجه ابنته الوحيدة وهي بغعته متى متى زوجه بها أو زوجها به متى بعد أن رد غيره بعد أن رد غير علي زوجه ابنته فاطلة ومرة فتح بابه إلى المسجد وسد أبواب الآخرين ومرة جعله بمنزلة هارون من موسى ومرة فسر به قوله تعالى وأنفسنا ومرة 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 وهكذا إلى أن جاء يوم الغدير وكان اللهم صلى على محمد الله وكان يوم الغدير هو يوم الإبلاغ العام لإمامة الأمير بعد أن أمره الله بذلك قائلا يا أيها الرسول بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وخطب في هذا اليوم خطبة لاحظوا أرجوكم بدقة هذه النقاط كاد تفوت على بعض الخبراء أيضا أرجوكم أن تهتموا بما أقول لأنه ليس كلامي كلام رسول الله يقول الراوي وهو من كبار الصحابة يقول إنه خطبنا في يوم الغدير خطبنا فقال ما شاء الله تعالى أن يقول أي كانت خطبته طويلة جدا يقول الآخر خطبنا فوالله ما من شيء يكون إلى يوم القيامة إلا وقد أخبرنا به إذن الخطبة طويلة لماذا لم ينقضوا هذه الخطبة الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة أليست هذه الخطبة من سنن رسول الله نحن نطالبهم كان عليهم أن ينقضوا هذه الخطبة لماذا لم ينقلوها وإنما نقلها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال ما شاء الله أن يقول فوالله فوالله ما من شيء يكون إلى يوم القيامة إلا وقد أكبرنا به ثم قال يا أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم يشير إلى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ألست أولى بالمؤمنين أو ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولا فهذا علي المولا ثم الدعا على من يخذله ولا ينصره ودعا لمن نصره وحينئذ نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وجاء القوم يبايعونه ويهلعونه عليه الصلاة والسلام وأنشى حسان يقول وجاء الآخرون وإلى أن جاء الأعرابي معترضا على رسول الله هل كان هذا بأمر منك أم من الله سبحان وتعالى دعا على نفسه ونزلت الآية سأل سائل بعذاب واقع وللحديث عن حديث الغدير مجال آخر وإني أعتز وأفتخر بأني نشرت كتابا حول حديث الغدير في أربعة أجزاء ولا يوجد عندنا في عالم الإسلام كتاب حول حديث الغدير في أربعة أجزاء بأسانيده ودلالاته وشبهاته وكل ما يتعلق بحديث الغدير من الناحية العلمية الكلامية التحقيقية وكتاب العلامة الأميني فقط الجزء الأول حديث الغدير ليس كله حديث الغدير أما كتابي فأربعة أجزاء كلها حديث الغدير أربعة أجزاء من موسوعة نفحات الأزهار في إمامة الأئمة الأطهار عليه الصلاة والسلام إن للحديث عن حديث الغدير مجالا آخر الشيء الذي أريد أن أذكره لكم في ختام البحث وهو كما أن الصنوية بدأت من ذلك العالم وكانت في هذا العالم مستمرة وإنها إلى يوم القيامة حتى حوض الكوثر فالنبي صلى الله عليه وآله ربط بين الغدير والحوض التفت إلى هذه النقطة ربط بين الغدير والحوض وأفاد صلى الله عليه وآله في خطبته بأن كل من بأن كل من والى عليا بأن كل من والى عليا فهو من أهل اليمين في حوض الكوثر وكل من وكل من عاد عليا أي لم يؤمن بإمامته فيأخذ نحو الشمال فيقول رسول الله يا رب أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك إنهم ارتدوا على أعقابهم هذا الحديث وين بحثت عنه بالتفصيل في كتاب عدالة الصحابة والتابعين وهذا الكتاب مطبوع رواه أكثر من خمسين صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله ربط رسول الله بين الغدير والحول أي الصنوية مستمرة من عالم النور إلى حوض الكوثر حيث يتعين المصير لكل فرد من أفراد الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم كان هذا شرح عنوان هذا المؤتمر أقدم هذا الشرح هدية إلى سماحة السيد الصافي أنا والله عزة وفي الختاب أقدم الشكر للعتبة العباسية المقدسة سماحة المتولي والأمين العام وسائل العاملين وأرجو من هذه العتبة المقدسة والعاملين والمسؤولين ومن العتبة الحسينية المقدسة التي نحن بخدمة المتولي عليها سماحة الشيخ الكربلائي أطلب منهما أن يهتم بأمر الإمامة والولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأن يبذل كل ما بوسعهما لإحياء هذا الأمر ففيه الرضا سيد الشهداء سلام الله عليه والعباس عليه الصلاة والسلام وأمير المؤمنين ومولانا صاحب العصر والزمان أمر الولاية الآن بحاجة إلى إحياء الإمام الصادق يقول رحم الله من أحيى أمرنا أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا هذه القضايا من حديث الغدير من آية الولاية من آية التطهير من قوله صلى الله عليه وعلي علي مني بمنزلة هارون من موسى من قوله أنا مدية العلم علي بابها وأمثال ذلك هذه يجب أن تدرس في الحوزات العلمية يجب أن تدرس في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وأطلب هذا أيضا بمحضر أحد الفضلاء الذي هو الذي هو نجل أحد المراجع الآن في النجف الأشرف أطلب هذا الأمر بجدية أن تدرس مباحث الإمامة في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وفي كربلا وهؤلاء الشباب المحبون لأهل البيت الموالون لأهل البيت يطلعوا على حقائق هذه الأمور فتكون فتكون عقيدتهم عقيدة علمية وفي نفس الوقت عقيدة ولائية ناشئة عن حب وإخلاص لأمير المؤمنين وأهل البيت الطيبين الطاهرين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق وأن يجعلنا من خير المبلغين الشارحين الدارسين المؤلفين في ولاية أهل البيت الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته